اهلا بكم اليمين الدستورية التي سيؤديها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا أمام البرلمان لفترة رئاسة ثانية بإذن الله هذا الخبر يقول اليوم ولاية جديدة للسيسي الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان ويلقي خطابا للأمة إذن غدا السبت بإذن الله سيؤدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية حدثنا يا فندم عن مراسم حلف اليمين والاحتفال به غدا بإذن الله بإذن الرحمن إن شاء الله غدا حيكون حلف اليمين حيتم في مقر مجلس النواب حيكون بعقب وصول السيد الرئيس إلى هناك إن شاء الله حيكون في استقباله أمام مدخل البرلمان رئيس المجلس الدكتور علاء عبدالعال ووكيل المجلس والأمين العام لمجلس النواب حيصحب الرئيس قبل الدخول حيكون في مراسم التي تبدأ بموسيقى العسكرية ثم يدعو الدخول إلى قاعة المجلس حيلقى رئيس المجلس كلمة الترحيب من مناسبة حصول السيد الرئيس ثم يدعو بعد مراسم الاحتفالية البسيطة حيدعوه لأداء اليمين الدستورية إذن ببدء المرحلة الثانية من ولاية السيد الرئيس إن شاء الله أيضا يا فندي من المقرر أن يلقي السيد الرئيس كلمة يعني في هذه المناسبة المواضيع التي سيتم تناولها في هذه الكلمة يا أستاذ حسين هي الكلمة زي ما علمت أنها ستنقسم لثلاث حاجات هو حيث يتطرك إلى الفطرة الماضية في فطرة الولاي الأولى نعم حيتكلم عما تم من جهود هو قام برساها في مجالات عديدة ماذا حدث في المجال الاقتصادي والمجال السياسي نعم ينتقل بعد ذلك إلى ما تم من المسرعات هو تمت في هذه الفطرة مشروعات كثيرة جدا متعلق بالبنية الأساسية مشروعات بأداء تطوير المشروعات الزراعية مشروعات اقتصادية متنوعة مثل مشروعات كالسيوية وغيرها فهيتكلم أيضا عن ماذا حدث في الفطرة الماضية من تحديات واجهة مصف سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي هيتحدث عن الإرهاب الذي شهدته البلاد وإزاي أنه هو إلى حد ما وبفضل الله نجحت الدولة في مواجهة هذا الإرهاب في أماكن متعددة خاصة في سيناء نعم بعد ذلك سيتطرق الوزيئة لسيد الرئيس إلى تكليف الحكومة الجديدة التي سيتم تشكلها بعد أداء اليمين سيكون هناك تكلفات محددة وسيد الرئيس عنها وهي أهم شيء ستكلف في الحكومة التخفيف عن المواطنين عن معنوه من أثار الإسلحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية بحيث أن يكون هناك في محاولات فعلية جدة قفض الأسعار ورفع المعنى عن المواطنين في مجالات كثيرة التي جاءت نتيجة الأعباء للسلحات الاقتصادية الفترة الماضية صحيح مشاهدين التالي يتناول ملف عن المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي من شأنها أن تدخل مصر عصر الاكتفاء الذاتي الخبر يقول لعشرات الإنجازات والمشروعات الضخمة مصر على أبواب الاكتفاء الذاتي يعني خلال فترة الرئاسة الثانية بدأت الجهود الرمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وده عن طريق تنفيذ عدة مشروعات قومية كبيرة حدثنا عن هذه المشروعات يا أستاذ حسين نحاول الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة أنها توصل محاولة الاكتفاء الذاتي بحيث أنها بتحقق أكثر من هدف نحن مشكلة كبيرة جدا اللي هي بنعانيها متعلقة بالدولار واردفاع سعر الدولار ومحاصل من تعويمه كل ده نتيجة أننا عندنا الفطورة الاستراد من الخارج عالية جدا أننا بنستورد بكميات كبيرة جدا استهلاكنا من الأمواد الأخذية من صناعاتنا كل ما بنستهلكه بالدولار نحن الفترة القادمة هنحاول نص الاكتفاء الذاتي بحيث نقلل من الاستراد الخطة لا تقف عند الاكتفاء الذاتي وإنما القفض إلى التصدير بحيث أننا مش هقلل استهلاك الدولار إنما أنا بحاول كمان أوفر عائد ليا من الدولار نتيجة تصدير انتاجنا للخارج هذا في المجالات العديدة سواء في أنسطة زراعية أنسطة زراعية أنسطة حلولية يمكن يفتد من الخبر بيتحدث بالتحديد عن دخولها 20 ألف صوبة الخدمة هذا العام عن 100 ألف صوبة زراعية سيكون انتاجه يوازي لانتاج مليون فدان زراعي أيضا نتحدث عن مليون طن زيادة في زراعة الأسماك هذا المشروع اللي بيتم 20 ألف صوبة اللي هم هيدخلوا العمل هذا العام إن شاء الله هم ضمن منظومة كبيرة ومشروع ضخمة جدا يتضمن 100 ألف صوبة نعم نحن نخص مشروع الانتاج اللي هو المكسف الزراع المكسف اللي بيها في مجال الزراع وخضر اللي أنا بيوصل بيها إلى انتاج كسيف انتاج يغنيني عن عملية الاستراد من الخارج ويجد المواطن اللي حاجته من سلعة منتاجة انتاج جيد ملائمة ده من خلال المشروع اللي بدأ حاليا بالفعل والعمل بيجر فيها على قدر مصاق في منطقة النوبارية نعم المشروع اللي هو على المدى الطويل اللي هو 100 ألف صوبة ده حيوفر لي 500 ألف فرصة عمل نعم حيوفر لنا انتاجية موازي 100 مليون فدان هذا كانت حيقلل طبعا بالنسبة كبيرة جدا عملية اصطلات المواطن الزراع من الخارج زائد انه أنا مش هكتفي بعملية الاكتفاءة الذاتي انما الانتاج المكسف ده حيكون عندي زائد فائد عن الحاجة الاسلاك المحلي هتبتدي هناك مجمعات صناعية لقائمة صناعات أخذية صناعات قائمة على الزراعة زائد العصائر وعملات التصدير هتقام هناك في هذه المنطقة في النوبارية محطات تصدير هتبقى فينو قاعات ضخمة جدا لعملية انتقاء الانتاج الزراعة من الصمار وغيره عملية انتقاء عملية التغليف التعبئة كل ذلك وعملية التبريد لبدء التامهيد لتصديره في الخارج وده برضو حيوفر لنا ان شاء الله من الصعب بإذن الله مشاهدين التالي يتناول ملف تطوير العشوائيات بمصر ويقول سكن الكرامة مصر بالعشوائيات 2018 يمكن الفندي بخلال الأربع سنوات الماضية تم بالفعل البدء في عدة مشروعات من أجل تطوير العشوائيات وتوطين سكانها من المصريين في سكن يلائم كونهم مواطنين مصريين حدثنا يا فندي مع تفاصيل هذه المشروعات عملية تطوير العشوائيات في مصر هي كان مشروع تحدي للدولة المصرية خلال العقود الزمنية الماضية عملية المواجهة لم تكن بالكسافة أو بالدرجة الكافية للكف التي تواجه هذا الخطر لأن العشوائيات في مصر هي قنابل اجتماعية منقوطة وده كان الخوف وأشد الخوف منها في حالات ظروف معينة ممكن تحصل تمر بها أي مجتمع هذه العشوائيات بتتحول إلى قنابل مدمرة لكل ما حولها من المجتمعات فكان لابد من مواجهة هذه العشوائيات لأن هذه العشوائيات لا تنتج بناء أدمين طبعيين لأن هذه المناطق بتكون سكانها محرومين من كافة الحقوق في كافة المجلات الصحية والاجتماعية والتعليمية بالحيث أنها لا تخرج الناس أسوياء إنما بتخرج الناس منحرفين لأنه هذا الظرف الطبيعي فكان لابد من مواجهة هذه المشكلة جرت محاولات على استحياء من قبل في السنوات مضت لكنها كانت حاجات محدودة جدا بمناطق صغيرة جدا لكن المواجهة الحقيقية اللي هي بدأت خلال الفترة الماضية واللي هتستمر واللي ذلك عملنا نها الصندوق الخاص بيها ده كيانك تخب جدا وبيتولى عملية رز العشوائيات الموجودة في جميع محاوزات مصر وتصنفها من حيث الخطورة ومن حيث إمكانية اقتلاعها هناك من العشوائيات اللي لابد من مسحها تماما إنها وجودها تماما لأنها خطر على الحياة وخطر على الصحة خطر على السكان اللي فيها فلابد من إنهاها تماما وإزاليات تماما وإعادة تسكين سكانها في مناطق تانية مختلفة زي ما حملنا دولات في عملية الأسمرات وإننا في سكان مناطق عديدة لهناك في مناطق السيدة الزينب وفي مناطق اللي أسف اللي بيتم تطويرها ولابد وليس لازم برد من أقلها إنه بيتم تطوير المكان نفسه وإعادة زي ما حصل في السيدة الزينب أهم مشروع ممكن ده الحدث السحوز على الاهتمام الإعلامي اللي هو مشروع من تطوير مسلس مسبيرو لأنه في وسط القاهرة ولافت الأنظار أكتر فده يمكن ده اللي لفت الأنظار وكان فيه كلام كتير فترة ماضية ليه في أن أهم الصعوبات لوجه هذا المشروع أو لماذا هذا المشروع بالتحديد يعني وجهته ومشاكل وصعوبات كثيرة مشروع لأن أهمية هذا الموقع والسكان اللي موجودين فيه بيكونوا بأنشطة تجارية أنشطة بالنسبة لهم ديمانطقة وسط البلد سهرة الانتقال والتواجد لأماكن عملهم هم قرابين من مدينة يعني مسبيروا جنبهم والسبالة التحريق كل هم عادين فيه مركز المعاصمة نفسه هم عادين فيه فليس من السهل أن هم يغادروه زائد أن التجارية بتاعتهم مناطق حيوية جدا فليس برضو من السهل أن نضح بالمكان ده لأن العائد الاقتصاد اللي حيث نال في أي مكان تاني حيكون لدي تأسير سلبي يعني كيف تم التعامل مع هذه النقطة بالتحديد؟ هم تم التطبيق شعار رفع شعور صندوق تطول عشويات يعني طبق في هذا اللي هو كل كسبان أنه لابد الدولة تكسب أنها بتحقيق حياة كريمة لمجموعة من الناس في هذه المنطقة سكان هذه المنطقة اللي سيتم إجلاءهم ونقلوا من الأماكن الأخرى لابد أن يحصلوا على التعويض المناسب واللي سيجي عشان سيستثمر بعد كده لابد أن يجد الأرض فعلا بدون أي مشاكل أرض فضاء مشاكل ودفع أسعار ليست مغالفة ولكن تستحقق قيمة الحقيقية لا تتعويض بها أسعار وده اللي حصل بالفعل كانت مشاكل عديدة جدا وكانت سر غضب أهالي منطقة مسلس بيرو واللي بسببها رفعوا دعاوة قضائية أنهم بيعترضوا على نقلهم لأنهم كانوا شعارين أنهم سياقوا عليهم ظلم كبير جدا وأن التعويضات ستكون مبالغ لا تمطل حقيقة بالصلاة وأنها سيكون ظالمة ليه مشاكلة لكنهم أعتقد أنهم أرتضوا الواقع وتم الاتفاق مع الحكومة صندولها شويات وبالفعل أمضوا عقود التنازل والنقل والكلام ده كله بعدما وجدوا أن هناك حقوقهم هيحصلوا كاملة يعني أعتقد أن هناك مثلا سعر الحجرة التي ستركها 100 ألف جنيه فهذا مبلغ مش بسيط يعني أنه يخطوئ 100 ألف جنيه في حجرة واحدة وبعدين هناك ناس من تم تخيرهم عاوز ينتقل إلى خارج المنطقة وهيروح في منطقة بديلة هياخذ أرض إذا كان صاحب أرض ياخذ أرض مثلا في مدينة 6 أكتوبة بنفس السعر التي تساوي بسعر الأرض بتعطو فيه بسبب يعني بالفعل تم توفير بدائل عدة للمستأجرين والملك في هذه المنطقة واللي عاوز يبقى في مسبيره وقال اللي أنا مش هتقل حيفضل الماء موجود هتوفر لنا حيقوم مجمع سكني على مساحة حوالي أربعة فدان ونص ده حيبقى مجمع سكني متكامل حضاري اللي لا يديه الرغبة أن يبقى في المنطقة ولا ينتقل منها حينتقل وحياخد سكن ليه هناك إن شاء الله يمكن يا فندم أبدا هذا الملف بيشير إلى نقطة جديدة ومختلفة وهي دخول مصر إلى عالم تصدير الدواجين يمكن لأول مرة كما يقول الخبر مشروعات ده جينة تنتج مئة مليون دجاجة في عام واحد دواجين احنا حصل عندنا احنا كنا متقدمين جدا في صناعة الدواجين طوال الصناوات الماضية البعية وكلها بنصدر بالفعل في بعض البلاد لكن حصل عندنا انتكاسة ولكن انتكاسة كان موصلة الانهيار لصناعة الدواجين لما حصل هجمة انفلوانزة الطيور دي كان لها تأثير خطور جدا على الانتاج الداجيني في مصر وصناعة حققت خسائر هذه الصناعة الانهيارة للحصل حققت خسائر ضخمة جدا لمنتجي واصحاب المزارع الى البعض ترك المهنة ورواد يخش فيها تاني والبعض استمر على السحياء وبدأ بالتدريج يخش فيها الحمد لله خلال الفترة الماضية كنا وصلنا للمحالة كبيرة جدا من التطوير وصلنا الى حوالي 2 مليار و200 مليون دجاجة بننتجهم هنا السنة اللي فاتت حصل لهم للتطوير انتجنا زيادة باننا بننتج 2 مليار و300 مليون يعني فيه زيادة 100 مليون دجاجة جديدة ان شاء الله احنا حاليا بننتج حوالي 95% من اكتفاء الزاتي لنا لكن هناك تم اداد مشروع ضخمة جدا مزارة الزراعة بتعمله يحقق الانتجاء الانتفاء الزاتي من الدواجن وليس ذلك فقط هو النبق تصدير الدواجن للغارج وانتحتل مصر صدارتها تاني في هذا المشروع صحيح خلينا انتقل للخبر التالي والتالي هو ملف ايضا يتناول مشروعات الاسكان وفرت 400 الف فرصة عمل 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات الاسكان يعني اذا حسب تصريحات وزير الاسكان دكتور مصطفى مجبولي بلغت استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية مبلغ قدر 397 جنيه وده من منتصف 2014 حتى الان تفاصيل هذه المشروعات يا أستاذ حسين هي مشروعات بتقام في مشروعات الاسكان بتقام باكتر من شكل واكتر من وجه في مشروعات اللي في المدن الجديدة احنا عندنا انهذا اكتر من المدينة الجديدة بتقام من الارض تماما زي مشروع متيجة العمرية الجديدة مشروع المنطقة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة في مشروعات اللي سيبتدي فيه في مدينة بير العبد الجديدة مشروعات مدن الجديدة دي كلها مشروعات بتقاوم في ملاطق صحراوية بتقاوم بجوانبها هذه المشروعات صناعات عديدة عملية ترفيق الأراضي يعني مدها بالمرافق صرف الصحة مياه شرب قامت شبكات طرق مدها إليها كل دي مشروعات بتستوعب أي دعمة كبيرة جدا زائد المدن نفسها اللي هي المشروعات السكنية نفسها اللي هي تستوعب سكان مشروعات بتقاوم فيها مشروعات صناعية مشروعات خدمية مشروعات طرفيحية دي كلها بتفتح مجالات للأقيد العاملة زائد مشروعات اسمها هتكون للأقيد لأن تشغيل المشروعات الخدمية والطرفيحية والتجارية اللي هتلحق بهذه المناطق السكنية الجديدة هتكون لها عائد طخبة جدا في مجرد ما تبتدي الانتهاء من المشروعات السكنية في هذه المدن الجديدة زي دي نحن بعمل مشروعات مختلفة في المدن الجديدة القائمة بفعل بيتم تطويرها عملية الامتداد العمراني فيها والحيزة العمراني بنتدي بنعمل أحياء تانية مختلفة عملية امتدادات دي كلها بتستوع بالزيادة الموجودة لأن الزيادة عندنا مستبرة جدا والحاجة والمتوافر أقل من الطلب فده هو الشغل الشاغل للدولة في فترة قادمة لتوفير المسروعات الإسكانية للكل بإذن الله وأيضا تحسين أوضاع المواطنين المعيشية وده الخبر التالي هو يتناول تكليف الحكومة بتحسين أوضاع المواطن الخبر من الصفحة الثالثة ويقول تكليف الحكومة الجديدة بتحسين أوضاع المواطنين يعني زي مهدك دكرت بالفعل أن الكلمة التي سيلقيها السيد الرئيس غضب بإذن الله أمام البرلمان عقب حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية ستتناول تكليفات مباشرة للحكومة الجديدة بتحسين حال المواطن المصري التفاصيل يا فنت زي ما قلت الحقيقة وسبقت في الكلام عنه أنه هو هيهتم سيد الرئيس لو طبعا هو الرئيس بيلمس ما يحدث في الشارع معاناة المواطنين وهو أهم حاجة مشكلة ارتفاع الأسعار في مشاكل كتيرة جدا أنه نجمت عن فاتورة الإصلاح الاقتصادي اللي هي بتحدث في أي بلد بتطبق نظام الإصلاح الاقتصادي وبيبقى فيه رشدة العملة صندوق النادي الدولي ده بتكون لها أثار طبعا صعبة على المواطنين فترة كدير الرئيس حيوضح ده بالتفصيل الحكومة الجديدة اللي هتكلف بيه إن شاء الله اللي هيتم تشكيلها هتكلف بيه محاولة التخفيف عن المواطنين بأي وسيلة بحيث هيبقى فيه توفير في سلع اللي مش موجودة لابد أن تتوافر وتتوافر بأسعار ملأمة بطريقة جيدة جدا في الوسائل المواصلات هيكون أكثر مرونة أكثر تسهيل يعني في كل المجالات هيكون زائد مختلف الأنشطة اللي احنا قلنا عليها اللي احنا قلنا حاول نوصل فيها للإكتفاء الزاتي كلها هتخدش في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين في مواجهة الغلاء اللي بيتم والصعوبات اللي تعرضوا لها الفطرة الماضية صحيح مشاهدين الخبر التالي عن امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ غدا السبت بإذن الله الخبر يقول آليات لضبط الغش الإلكتروني في أربع دقائق 656 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدا إذن غدا السبت بإذن الله تبدأ امتحانات الثانوية العامة ويعني الخبر بيتحدث عن الاستعداد لامتحانيات وأليات جديدة لضبط الغش حديثنا عن هذه الأليات يا فانتر طبعا بكرة إن شاء الله سيبتدي طبعا الحدث السنوي اللي بيجعل بال كل أسر مصرية 656 ألف طالب طبعا عادت كثير جدا معاناة في كل بيت الكل بنتظر بيتمنى الأبناء وطبعا الطفيق وإنه أعلى درجات بحيث أنه يخش الكلية التي يتمنىها والتناسب ميوله وطبوحاته لكن احنا كان بتواجهنا مشكلة أهم حاجة الفترة الماضية عمليات الغش الجماعة والغش الإلكتروني اللي كانت بتضيع مبدأ تكافؤ الفرص الطالب المجتهد اللي بيذاكر بالفعل وبين الطالب المهم اللي بيجي في آخر التحاني غش ويتساوى مع الطالب المجتهد طبعا الوزارة أعتقد هي بدأت بعد حوالي أربع سنوات من تفشي ظاهرة الغش نجحة السلم فاتت إلى حد ما مع وضع زمن بوكليت ستبتدي السنة تطبقه برضو بتستمر في تطبيقه العام التاني ولكن مع عدة مصرعات أخرى لعملات الغش يعني عملية اللجان التحكم في عملية فتح اللجان الصبح مفيش مراقبين يخشوا قبل بدء اللجان الطلبة في عملية التحكم فيه إلكتروني فيه هتبقى عملية مراقبة وتتبع ليست فيسبوك لما كل مواقع التواصل الاجتماعي هتبقى فيه عدة أجهزة للدولة هتتابع هذه المواقع بحس أن عملية أي غش إلكتروني فورا وبعد أربع دقائق من بدء عملية الغش أو فورا بيتم ضبط مش المجرد تكشفها فقط إنما ضبط القائمين على هذا الغش برضو فيه حاجة تاني بتقام إن فيه معلومات إن فيه بعض اللجان فيه محافظات مختلفة هتقام مخصوصة عشان تجميع فيها طلبه يتم عملية الغش برضو الوزارة ما كانتش بعيدة عن ما يحدث وطلب التقارير عن هذه اللجان في حيث أن كل الطلبة اللي هم طلبوا يعمل لجان خاصة كل دول حيبت تتمي تجمعها في مكان واحد وهتكون مراقبة دقيقة عليهم السنة دي فيه برضو لضمان التصحيح يكون بطريقة ملائمة ولا يكون هناك ظلم للطلبة إجام الوزارة التقارير التعليمي الأول مرة السنة دي هتعمل فيه لقاء ما بين الأسادة اللي وضع الأسئلة الامتحانات وما بين المصححين ومقدرين الدرجات من خلال فيديو كونفرانس يعودوا حيشرحوا لهم بالضبط الأسئلة والغاية منها وعملية الإجابات كيف تكون وزي تتم عملية تأدير الدرجات على كل سؤال بحيث أن يكون فعلا فيه عملية تأدير واحدة لحد ما عليه كل أوراق الإجابة ولكن هناك ظلم ما يكونش عملية العمل الشخصي للمقدر الدرجات تختلفاً واحدة آخر وتعرض بها طلاب الظلم صحيح صحيح يعني نتمنى للجميع التوفيق والأستاذ حسين عبدالقادر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم كنت معنا في أدير جولة الصحفية السريعة شكراً لك تحت أمرك شكراً مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من صحفة الغد غداً بإذن الله حلقة جديدة فريق عمل جديد فإلى لقاء